الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أصدقائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد من فيديوها قناة تربية بيتي للطيور والأرانب لسا مكملين مع حضراتكم في سلسلة النجاح في تربية الأرانب في الصيف وهنا عارفين طبعا أن ناس كتير من المربين بيبدأوا يصفوا القطيع بتاعهم أو بيصفوا المشاريع بتاعتهم في تربية الأرانب في 3-4 شهور بتواصل الصيف دولت ويبدأوا يرجعوا تاني من بداية شهر 9 أنهم يبدأوا في تربية الأرانب من جديد في السلسلة دي إن شاء الله بنحاول نقول على بعض الخطوات وبعض الحاجات اللي ممكن نعملها واللي ممكن إن شاء الله تساعدنا في عبور كام شهر دولت بدون خسائر ده الفيديو الخامس كان فيه أربع فيديوهات قبل كده في السلسلة ديت إن شاء الله أسيب لكم الروابط بتاعتهم في الوصف لللي حابب يرجع عليهم الفيديو بتاعتنا ده هنتكلم فيه عن أهم الإضافات في المية اللي بتساعد الأرنب إنه يتغلب على ارتفاع درجة الحرارة قبل أن نبدأ تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير وأهم حاجة الصلاة على رسول الله وتابعونا بعد الفصل أهلا بكم من جديد زي يوم حضراتكم عارفين إن من أهم الفيتامينات اللي ممكن نستساعد بها على تقليل درجة الحرارة وتساعد الأرنب في التغلب على الإجهاد الحراري الناتج من ارتفاع درجة الحرارة هو فيتامين سي فيتامين سي دوة بيبقى موجود في حاجات كتير جدا طبيعية زي اللمون اللمون من أهم المشروبات أو من أهم العصير اللي ممكن ندفها في المية في تربية الأرنب في الصيف عشان تساعد الأرنب على تخفيل درجة حرارة أو تقليل درجة حرارة جسمه طيب إزاي نقدم اللمون دوة تقديمه سهلة جدا حضرها تجيب اللمونة وتضربها في لتر مية في الخلاط وبعد ما تضربها في الخلاط هتبدأ تعصرها وتاخد العصير تحطه في التلاجة لمدة 24 ساعة طبعا بالنسبة للخليط أو التفلة اللي بتطلع برا لو عند حضرك طيور ما ترميهاش قريب حطها للطيور مفيدة جدا للطيور وجميلة جدا طيور أو بط تاخد العصير ده بعد الـ 24 ساعة تبدأ تحط الأرنب منه عشرة سنتي لكل لتر مية طيب كل قد ممكن كل يومين كل تهات ايام كل اربعة ايام تخليش الموضوع معاك يعني بشكل منتظم يعني ممكن تحط كل يومين بعد كتر جا تحط كل اسبوع بعد كتر جا تحط كل اربعة خمس ايام كده طيب هل في حاجة تانية غير طبعا اللتر مش هيخلص كل مرة هتحط الباقي بتلاجة يعني تاخد العشرة سنتي تحطهم على لتر مية وتبدأ ترجع الباقي تحطه في التلاجة طيب نيجي تاني ايه برضك الحاجات اللي ممكن نلاقي فيها فيتامين سي عندك البقدونس عندك الشبت عندك بقدونس طبعا اللي هو الاخضر والشبت الاخضر طبعا احنا قلنا في فيديو قبل كده ان دول من اهم الاهم الاطعامة في فصل الصيف للارانب طيب عندك البقدونس وعندك الشبت عندك بقى من الحاجات اللي ممكن تدغالة برضك زي الينصون وعندك الكراوية ده ممكن برضك تغلي ينصون ممكن تحطهم مع بعض على فكرة ممكن تتعمل كل واحد لوحده تغلي ينصون وتبدأ تحطه برضك بعد ما يبدأ تحطه في تلاجة وبعده كل برضك كم يوم تحط عشرة سنتي على لتر مية ونفس الوضع الكراوية برضك وبردك عندك الزعتر وعندك الكركم الكركم ممكن ترشه على العلف بالليل يعني ممكن ترش تلاتة جرام او خمسة جرام على كل كيلو علف طيب ويجي واحد يقول لي طب انا حطه كل ده ازاي يعني انت قلتلي على اللمون والبقدونس والينصون والكراوية حطه كل ده ازاي شوف الافضل ان انت مثلا مثلا النهاردة حطيت لمون تمام طبعا خد خلي ما يبدأ عندك انك ما تحطش خليط مرتين وربع بمعنى يعني ما نفعش حط النهاردة لمون تحط بكرة ينصون لا لازم يكون في فاصل بينهم مية بيضة يعني النهاردة حطيت لمون يبقى مثلا بكرة وبعد وتحط مية بيضة من غير اي اضافات وبعد الكاتب ممكن شبك هكذا يعني خلي دايما الموضوع ايه يعني مختلف معك مع امرو الوقت كل ما تتغير في المشروبات كل ما ده يبقى افضل للارنب تمام كده طي في حاجة ثانية اه الخل الخل اللبيض ده مفيد جدا يا جماعة كمضاد سمو مخصصة في الصيف وبرده كما بيساعد على ترتيب او تقليل درجة حرارة الابيض لو انت اول مرة تستخدمه تحط اثنين سنتي على كل لتر مية برضك كل خمستاشر يوم مرة مسلا او كل عشر ايام مرة الخل مفيد جدا كمضاد سموم مفيد جدا كبقل درجة حرارة الارنب وكدوا بها لكم برضك لو كنتوا متابعيننا من الاول في افضل انواع للاكل في سلسلة نجاح تربيت الارنب في السيب كنا كلمنا عن البرسيم قلنا والبرسيم برضك نفكر يا جماعة فيه نسبة فيتامين سي ونسبة كالسام البرسيم فيه فيتاميات كتيرة مهمة جدا للارنب ويساعد على ترطيب جسم الارنب لكن اضافات المية عندك اللمون وعندك الينصون وعندك الكراوية بالنسبة للخضروات عندك البقدونس وعندك الشبت وان الخل الابيض طبعا هنستخدمه كمضاد سموم وهنستخدمه برضك كأنه بيقلل درجة حرارة الارنب يعني بيرطب جسم الارنب ده كده الفيديو بتاع فيتاميات اهم الفيديو اللي ممكن نضيفها في صيف الارنب طيب ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم بقى عن ازاي نجهز المكان او شروط المكان اللي هرب في الارنب في الصيف الموضوع ده مهم جدا يا جماعة لان تربية الارنب هي اصلا لها شروط لكن في الصيف بالذات بتبدأ الشروط دي لازم تكون موجودة عشان تنجح في تربية الارنب في الصيف اتمنى يكون الفيديو عجبكم شكرا للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة